موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منشيط اقتصادي والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة حلقة اليوم نناقش فيها دور جمعية المهندسين الكويتية في دعم الاقتصاد قبل نحو خمسين عاما ومع بداية النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها البلاد وبعد استقلال دولة الكويت أدركت طلاء المهندسين الكويتية حاجتهم إلى جمعية مهنية دعونا بشؤون يوم وشؤون البلاد وكان القرار الشهير الصادر في العشرين من نوفمبر عام 1962 لإنشاء جمعية المهندسين الكويتية وأشهرة الجمعية لتكون أول جمعية نفع عام في دولة الكويت التفاصيل في التقرير التالي جمعية المهندسين الكويتية جمعية المهندسين الكويتية تعد أول جمعية نفع عام في دولة الكويت فدور هام تقوم به الجمعية في خطط التنمية من خلال تفعيل دور المجتمع المدني والمهندسين بشكل خاص بالمشاركة في إعداد وتنظيم عدد من المناسبات والأنشطة الهادفة إلى تحقيق المشاركة المجتمعية بالتنمية كما تسعى الجمعية بدور فعال لرفع مستوى الوعي بضرورة الاستفادة من القدرات الهندسية الكويتية في برامج وخطط التنمية الحكومية حيث أقامت أجنحة للتسويق وشاركت في العديد من المنتديات انطلاقا من ضرورة الحرص على اطلاع طلبة الهندسة على آخر المستجدات في سوق العمل خاصة المشاريع التنموية التي تحتاج إلى المزيد من المهندسين الكويتيين خلال فترة إنشائها ومن ثم تشغيلها وصيانتها وفي سابقة هي الأولى من نوعها قامت الجمعية باستباق الحكومة بدعوة عدد من الخبراء وعقد عدد من المؤتمرات لدراسة إمكانية تنفيذ الخطة التنموية للكويت خصوصا ما يتعلق بالمشكلة الإسكانية وكيفية حلولها على وتنعلى مشاركة الجمعية في العديد من الورش والمؤتمرات ككفاءة الطاقة والتكنولوجيا التبريد التي تعد محطة هامة على طريق نقل تكنولوجيا الطاقة وتوطينها لرفع كفاءة التبريد والتكييف التي تستنزف النسبة الكبيرة من الطاقة وتقدمت الجمعية بعدة مشاريع لقد ترحيبا من ضمنها إنشاء حاضنة لكل المهندسين حديثي التخرج وتوجههم للعمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة حاضنة للخراط في سوق العمل ومشروع مركز كفاءة الطاقة في الكويت المعني بإنشاء مركز لكفاءة الطاقة يقوم بتنسيق الجهود وتوحيدها للاستفادة من الطاقة المتجددة إضافة إلى مشروع رؤية كويت 2035 المعني بتطوير الجزر الكويثية واستثمارها ويسعدنا مشاهدين الكرام أن يكون معنا بالأستوديو المهندس فيصل العتل رئيس جمعية المهندسين الكويتية أستاذ فيصل حياتك الله معنا وفي بداية كبرنامج اقتصادي يهمنا أن نصل التضوء على الجمعية ويلي تطلعنا على مشاريعكم أو دوركم الاقتصادي أفوا دوركم الاقتصادي في الجميع بداية أشكركم على الاستضافة والكل يعرف أن المهندسين هم أساس الاقتصاد والتنموي كل بيوتنا وحياتنا الموجودة ومشاريعنا الموجودة تقام أساسا بتصميم وتنفيذ ومتابعة مهندسين نحن أمامنا في جمعية المهندسين طرحنا مشروعين مواقبة مع خطة الكويت التنموية 2035 المشروعين طبعا المشروع الأول هو المركز الوطني لكفاة الطاقة وهذا إن شاء الله سوف يوفر على الدولة مبلغ قريب من المليار أضف إلى ذلك المهندسين قادة المستقبل لإحلال المهندس الكويتي في القطاع الخاص نعم سيد فيصل لو تتكلم على المشروع الوطني لكفاة يعني لو تصلت الضوء عليه نحن من بداية مدة طويلة طبعا بدأنا في دراسة الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك من ناحية الطلب على الطاقة الطلب على الطاقة هاجس عالمي بالإضافة للأمن القومي الغذاء والماء كذلك الطاقة فشفنا استنزاف الطاقة الموجودة في دولة الكويت فارتأينا في جمعية المهندسين من خلال كوادرنا التطوعية لوضع خطة استراتيجية لحل هذه الأزمة من خلال يعني الكل نسمحنا بكفاة الطاقة البديلة واستخداماتها ولكن في منية تحتية لابدتكم موجودة لإستخدامات هذه الطاقة الأول هي كفاة الطاقة فكفاة الطاقة مشروعنا راح يوفر على الدولة مليار أضف إلى ذلك راح يدعم المواطن والمقيم في دولة الكويت لتنفيذ هذه الخطة الفكرة من ذلك أنه رفع كفاة الأجهزة التي تدخل البلد من خلال تشريعات ومواصفات قياسية بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الخاص نحن لو نتكلم عن هذا المشروع من حيث المدة الزمنية المحددة لتنفيذ هذا المشروع طبعا المشروع بدأنا فيه واطلقناه من خلال مؤتمر الصفي وكذلك بدأنا فيه في ورش عمل لتسليط الضوء على هذا المشروع وأول ورشة كانت في شهر خمسة عن كفاة الطاقة وأجرنا اختبار أمام وزير الكهرباء وزير النفط وزير الكهرباء في فحص بعض العينات العشوائية من سوق المحلي لكفاة الطاقة فتبين لنا أن الكفاءة الموجودة المكتوبة المفروضة أنها 85% ولكن الفعليا كان 20 إلى 50% الكفاءة فهذا لها تأثير عكسي على محطات القوة في الورشة الثانية التي تمت قبل أسبوع في كلمة معي الوزير أنه تم العمل الحاليا بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مختبرات لفحص الأجهزة قبل دخولها الكويت طيب ساذ فيصل هذا مشروع المركز الوطني لكفاءة الطاقة هل لا يزال في طور الدراسة أم تم اعتماده؟ لله الحمد أننا تم تقديم هذا المشروع لعدد من الوزراء اللي يتبنوا هذه الفكرة طبعا المشروع مرتبط بوزارة الكهرباء وكذلك فيه ارتباطات مع عدة وزارات منها التجارة ومنها الإعلام الصناعة وغيرها وبعد عرض المشروع على وزيرة الدولة الاقتصادية لغتند الصبيح أخذت هذا المشروع بالإضافة إلى مشاريع أخرى وضمتها إلى خطة التنمية الكويتية طيب الآلية التي تقوم عليها فكرة هذا المشروع كيف يكون التنسيق وتنفيذ الآلية هذه؟ طبعا المشروع بالنسبة لكفاءة الطاقة آلية هو إيجاد بلاتفورما وإيجاد مكتب وطني قومي ليوحد الجهود وتتضافر الجهود كلها وتكون في تنسيق ما بين كل الجهات لتوصيل الهدف خلال الرؤية السامية في عام 2035 أن الكويت تعتمد على 15% من الطاقة المتجددة من خلال هذا المشروع من خلال المقترح وتضافر الجهود بيننا سنوقف المنتجات قليلة الجودة قليلة الكفاءة من دخول الكويت من خلال تشريعات أضف إلى ذلك جزء من الدعم التي سنوفرها سيكون لدعم المواطن المقيم لإستبدالها خلال خمس سنوات يستبدل كل الأجهزة الكربائية التي موجودة في منازلهم ومنشآتهم بالإضافة أن المشروع هذا سيرفع من كفاءة كل المنشآت الموجودة نحن طبقنا بالتعاون مع وزارة الأوقاف على عدد من المساجد وكانت تكلفتها جدا بسيطة ولله الحمد قدرنا نوفر من 40 إلى 60% من الطاقة المهدرة في هذه المساجد الفكرة بسيطة جدا يعني فكرة المساجد عموما من إذش المصلي تشتغل إضاءة من يطلع آخر مصلي بعد أربع ساعة تطفع الإضاءة يتحكم في التكييف في رفع وخفض درجة الحارة حسب معايير وزارة الكهرباء يتحكم في إضاءة دورات المياه يتحكم في الشترات والبرنامج الصوتي أو النظام الصوتي الموجود يتحكم في كل شيء لحلاقة بالكهرباء هذا وفر تقريبا ما وصل التوفير في بعض المساجد إلى 60% يعني طبقتوا على بعض المساجد طبقنا نعم وبالتعاون مع وزارة الشباب وبالتعاون مع وزارة الأوقاف اللي سمحتنا صراحة بتطبيقها على عدة مساجد وبالإضافة نحن دربنا 47 شاب وشابة من مهندسين أبناء الكويت على هذا المشروع لتطبيقهم بأيديهم يكون الاعتماد عليهم في خطة تنمية وخطة مستقبل كويت بناء مستقبلنا المشروع هذا تكلفة جدا بسيطة حتى أي مواطن يقدر يقوم به إذا نستطيع أن نوفر على المسجد 60% منطقة مهدرة فما بالك على الدولة الدولة تدفع ما يقارب 2.8 مليار دعم سنوي لمحطات القوى الدعم هذا سنوفر من 60% أضف إلى ذلك أننا دولة نفطية منتجة النفط 90% من اقتصادنا عن النفط فالنفط بدل من بيعه في السوق العالمي نحرقه في إنتاج الطاقة الكهربائية والتكرير الألمية نعم أستاذ فيصل تجربة أولى بدأت فيها في المساجد هل هناك أماكن أخرى يمكن في المرحلة القريبة أن نجربون هذه الطاقة؟ الخطة عندنا بداية أن نجربها في المساجد على عموم المساجد ستعمومون على المساجد وعلى المدارس الوقت الحالي في فرق عمل تطلع من الوزارات لإغلاق الكهرباء بعد انتهاء فترة الصيف للمدارس وكذلك للمساجد وتأكد عليهم فنحن سيكون سيستم أوتوماتيك كامل ممتاز لا يحتاج تراقبها فقط وانت قاعد في مكتبك كمهندس أو فني يراقب هذا العمل من خلال أجهزة مراقبة وتحكم ويشوف حتى لو ما اشتغل راح يشوف أن الجزء الفلاني يطيف إشارة أنه ما اشتغل من خلال المستشعرات يركبها وكذلك يكون عن طريق النت يوصل في أي مكان كذلك حنا ودنا نعمل على كل المشاريع حنا طبقناه في بعض الأماكن في جمعية المهندسين حنا عندنا بالتعاون مع طبعا شركة الأسعمية شركة ألمانية تنتج 8% من العواكس الكهربائية المستقدمة في الألواح الضوئية وكذلك في تعاون مع شركة الجيفور للأنظمة الذكية أنشأنا مختبر ذكي في جمعية المهندسين المختبر هذا لتدريب الكفاءات الهندسية الموجودة في دولة الكويت من أبناء البلد وغيرها للعمل على هذه الأنظمة الأنظمة جدا بسيطة وتطبيقة مثل استخدام الآيفون التي تستخدمها تستخدم الأجهزة نعم أستاذ فياصل قبل أن أدخل على السؤال التالي بس من خلال كلامك هذا يجرني إلى مثل ما تقول له حوار يدور في الأذهان هل هناك عندكم مرحلة مقبلة أنكم تعممونها على جميع المؤسسات الحبومية القطاع الخاص الشركات جمعيات النفع العام وأهل المجرع إذا في بالكم هذه ممكن تعممونها على جميع المؤسسات هل هناك خطة زمنية ممكن تحددونها نحن نضع أمانة هي الفكرة مننا والهدف مننا أن التوحيد وتضافر الجهود من خلال يعني بوابة وحدة من خلال المكتب الوطني كفاة الطاقة الجهود ستتضافر في شتى المجالات لتطبيقها خلال خمس سنوات خلال خمس سنوات سنرفع الدعم عن المواطن والمقيم بعد انتهاء المدة الزمنية اللي نعطينا خلال خمس سنوات سنلقى الكويت عالية الكفاة في استهلاف سنحنفظ على البيئة من خلال المبعثات الغازية التي في حرق النفط سنوفر على المواطن المواطن يدفع مبلغ 100 دينار سيدفع 40 دينار مقابل استخدامات هذه فهذه سترجع بالفائدة على المواطن والمقيم وعلى الدولة وعلى التاجر عالية الكفاءة عالية الكفاءة الموجودة في السوق العالمي ومستفعة التكلفة سنقول للتجار جيبها لكن سندعمها من خلال الدعم الحكومي عن طريق البطاقة التهمونية وغيرها لتخفيض سعرها حتى نشجع المواطن والمقيم على تبديل هذه الأجهزة والوصول للهدف المطلوب التجربة التي تقومون بها هل هي مأخوذة من تجارب دول عالمية أو ما شبه ذلك؟ بداية بدأنا في 2010 في هذا المجال بدأنا في مخيم أخضر طبقناه في 2010 بالتعاون شون هذا المخيم الأخضر؟ المخيم الأخضر هذا عبارة عن مخيم يعمل على الطاقة المتجددة بشكل كامل المخيم هذا نعيد استخدام المياه المستخدمة في الري نستخدم المواد وكل شيء إعادة تصنيع المخيم بيئي كامل وكننا نستخدمه في موسم التخيم ليكون منارة تثقفية تعليمية للمواطنين من خلال دورات وندوات تقام على مدى أربع شهور يعني أنت عارف المؤتمر ثلاثة أيام ويمضي أو الدورة خمسة أيام هذا أربع شهور وننتقف المواطنين على قلة التكلفة وكيف تخيم نحن مقبلين على موسم حاليا فكيف تخيم بدون لا تأثر على البيئة طبقنا كذلك استزراع النباتات الفطرية الموجودة في بعض المناطق اللي حطنا فيها حناطنا في الجنوب مرة حطنا في منطقة كتب مرة فالمناطق هذه استزرعنا النباتات اللي كانت في السابق موجودة وكان لنا سابقة في إدخال منتج كان نحطها مثل نفس علبة الحليب الكاتونية ويحط مع الزرع يقعد ثلاثة شهور يغذي الزرع في الماء بدون لا يحتاج رأي حتى بعد ما بشينا جينا على المكان ونجينا كذلك الزرع ما زال على قيد الحياة سيد فيصل يعني بخلاصة هذا الكلام شون اللي يميز هذا المشروع أهم ما يتميز فيه المشروع تميز في حفاظه على البيئة تميز في تخفيض الكلفة تميز في اعتماد اقتصادنا كلي على النفط راح نوفر النفط المهدر في توليد الطاقة الكارباية من خلال هذا المشروع راح نوصل لرؤية السامية إلى 15% من الطاقة المتجددة في غضون 4-5 سنوات يعني بدأة ما ننطر إلى 2035 حننا ممكن نطبقها في 2022 نعم طيب هل المشروع هذا راح يكون مرتبط فيه جهة معينة الارتباطة يعني راح يكون مع وزارة الكهرباء وكذلك مع مثل ما قلت لك سابقا أن الهيئة العمل للصناعة البيئة وزارة التجارة يعني أكثر من جهة نعم شون يكون تنسيق ما بين هذه الجهة من خلال هذا المكتب لكل جهة راح يكون لها ممثل نعم هالممثل هذا راح يكون منسق من خلال إصدار تشريعات لضمان أو يعني مقاييس لضمان عدم دخول أي منتج ردي الكفاءة راح يصير فيه علامات على كل المنتجات أن تكون هذا منتج على الكفاءة حتى المواطني عرف هذا على الكفاءة وهذا ردي الكفاءة حتى المواطني يثقف في هذا الموضوع أضف إلى ذلك أن كل قرار راح يطلع راح يكون مدعوم بكل هذه الاجهات العكومية سافي أصل نطلع من مشروع المركز الوطني للكفاءة الطاقة وأخذك إلى مشروع الإحلال بالقطاع الخاص وين وضعكم إياه؟ طبعا الوضع الحالي في دولة الكويت حيننا شفناك مهندسين لزملائنا وأبنائنا وبناتنا المهندسين اكتشفنا وجود ما يقارب من ألفين مهندس ومهندسة في ديوان الخدمة المدنية ينتظر الوظيفة الدولة تبعث طالب خمس سنوات يدرس يرجع ولكن للأسف الخطط كلها خمسية فحننا وضعنا خطة وحل جذري لهذه المشكلة لإيجاد وظائف للجميع من خلال مشروع الإحلال من خلال مشروع الإحلال طبعا هناك تخوف من الانخراط في العمل في القطاع الخاص عدم استقرار الخوف من المجهول دائما موجود المشروع نأخذ المهندس أو المهندسة وقدمناه مع الوزيرة وقالنا لا ممكن هذا مشروع يطبق على كل التخصصات ليس فقط الهندسة ولكننا كمهندسين نطبق على مهندسين المشروع يأخذ المهندسين من خلال هيئة استشارية متكاملة أكاديمية ومهنية من القطاع الخاص والقطاع العام سيكون فيه جزء تدريبي وجزء متابعة كل ستة شهور نأخذ تقرير ونزوره في الميدان ونوجهها نقول أنت رايح صح أو تجاهز صحيح نعم طيب القطاعات التي استهدفها هذا المشروع من المهندسين يعني بشكل مختصر طبعا قطاعات كثيرة أكيد طبعا نعم حاليا 3.9% من المهندسين الموجودين في سوق العمل في قطاع الخاص وهذا نسبة جدا ضايلة نحن نبي أبنائنا وبناتنا ينخرطون في القطاع الخاص من خلال هذا البرنامج وجودهم في القطاع الخاص سيساهم في نقل الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين الموجودين وهذه الفايدة من الوافد التي نستقدمها كمهندس المفروض أن نستفيد من خبرته لا يكون عديم الخبرة أعضف إلى ذلك أننا أمام مشاريع قادمة 2035 من كويت جديدة وبناء مستقبلنا من سيقوم ببناء هذا المستقبل غير أصحابه أصحابهم الشباب من هذه الفئة سافيصال يمكن هذا المشروع كبير والطموح فيه عالي وتبعات الاقتصادية أيضا كبيرة من الذي سيقوم في تنفيذ هذا المشروع المشروع طبعا لا بد من تضاف الجهود وحنا لما اطلقناه سميناه فزعة وطن فزع العياننا اللي موجودين في الديوان ليس بس المهندسين غيرها بعد من كذلك التخصصات فلما اطلقنا المشروع طلبت من الوزير نحنا نقوم على الإشراف على هذا المشروع وتنفيذه ومتابعته من خلال ربطنا مع القوى العاملة ومن خلال تعاون طبعا نسبة التكويت قدمنا لكثير من الوزراء اللي تبنوا هذه الفكرة وراح نشوف إن شاء الله في الأيام القادمة كثير من أبنائنا موظفين في العقود الحكومية الخاصة اللي موجودة في وزارة الأشغال وزارة الكهرباء الرعاية السكنية وغيرها من الوزارات اللي تبنت الفكرة هذه حلو طيب المشروع هذا لا علاقة بالتنمية ومشاريع التنمية التي تحددها الدولة المشروع هذا جزء مهم جدا في التنمية من أي جانب من الجانب اللي هي بناء المستقبل وبناء الخبرات والكفارات اللي أبنائنا وبناتنا الشباب لبناء هذا المستقبل حنا مثل ما أجدادنا بنوا بلادنا الكويت الحال اللي حنا الحمد لله ما تنعمي فيها نبي أبنائنا يبنون مستقبلنا فمن خلال هذا المشروع اللي أطلقنا والدورات التدريبية اللي تم تفصيلها إذا صح التعبير على احتياج سوق العمل نعم الآلية التي تقوم فيها الآن الجمعية مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع يلي تتحددنا يعني آلية التعاون ما بينكم وما بين القطاع الخاص طبعا حنا بداية تعاوننا مباشرة مع القطاع الحكومي لأن الدولة توقع عقود مع القطاع الخاص مع الشركات وفي نسبة التكويت فحنا قلنا نستغل نسبة التكويت هذه في تطبيقها على المهندسين وغيرها من التخصصات فالله الحمد تبنى المشروع وزير الأشغال وزير الكهرباء وزير الإسكان الوزيرة مع الوزيرة عند الصبيح وكل اللي عرضناه صراحة عليهم من الوزراء أو حتى من النواب يعني تبنوا هذا المشروع لتوظيفهم في القطاع الخاص من خلال طبعا البرنامج اللي حنا وضعناه مدة تسع شهور تدريبية البرنامج هذا رح يكون ما هو تدريب على طول رح يكون منقطع يعني ثلاثة شهور ندربه ويطلع يرجع لنا وبعدين نطلب منه تقارير ميدانية ونزوره في الميدان يعني تكون خمس سنين ونتابع الشخص هذا لين يكون عالي الكفاءة ولين يكون هو الشخص اللي يحتاج السوق العمل هل تتوقع أنه ممكن هناك من الشباب لا يحتاج حد خمس سنوات هذه أو في بعض الشباب يحتاج إلى ست سنوات شون التعامل معنا أنا كل ثقة أن أبناء الكويت لا يحتاجون خمس سنوات لكننا وضعناها للمدة العقود خمس سنوات فللمتابعة لمدة خمس سنوات لكن أبنائنا وبنائتنا الكويتيين أعطوهم فرصة ونرى ما يبدع وشفناهم في بعض المشاريع الكثيرة أعطي الفرصة وأبدع وتدرب وتعلم وفاق نضراءه من الوافدين نعم يعني من خلال مشروعكم هذا مع القطاع الخاص ممكن أيضا يخف الضغط على ديوان الخدمة بالمسبة للتعاملات يعني الباب الأول هو باب الرواتب عبء كبير على الدولة وهذا يستنزف الكثير من ميزانية الدولة فحنا الحل هذا اللي وضعناه لما شفنا المشكلة هذه تفاقمة وكذلك مشكلة البطالة زادت كل سنة زيد النسبة وجدنا هذا الحل وهذا حل جذري وهذا مشروع قادم أمانة نحن معلنا عنه وأنا خصبر نمجكم فيه حنا إن شاء الله في شهر ثلاثة راح يكون لنا حل جذري لمشكلة التوظيف في دولة الكويت بتعاون مع جميع الجهات الحكومية هذا خصر حكم نعم نعم حصري لكم ورح يكون إن شاء الله برعاية من شخص عزيز على قلوبنا كلنا ككويتيين ورح يكون باب منافسة للشركات في توظيف أكبر عدد من الكويتيين طيب سافيصل مشروع المركز الوطني لكفاءة الطاقة وأيضا مشروع الإحلال بالقطاع الخاص هل هناك معوقات واجهتكم أمانة من بدأنا في المشروعات يعني ما لقينا لكل تعاون ولكل رحب المعوقات يعني هي إقناع الشعب الكويتي في الانخلاط في القطاع الخاص نعم 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 وإذا كان نعم 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 على طول الخط لإحلالك في القطاع الخاص وبناء مستقبل كويتي أستاذ فيصل لعاتل رئيس جمعية المهندسين الكويتية كل الشكر لك أستاذ فيصل شكرا لكم على استضافة وسعيد شكرا تسيرا في البداية يعني مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا السبوح على من أن نتطلعكم في السبوء القادم في أمان الله المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة